السلام عليكم اخواتي الزوينات وحتى المهمات كيف دائرين لبس هليكم مهانيين مهانيين اموركم هانية كنتمنى تكونوا بالف خير ومرحبه بكم معي اليوم ومئة الف مرحبه في فيديو جديد اختكم دابا يا الله جيت البنات من الصالون شفت شنو مرونين هنا في الكوزينة مع دائما البنات الكوزينة تنجمع في حالة كف دائما كان جمع الكوزينة في الصباح وانات المساعدة اغلبية والتي انا اتشربة اتشربة في الحالة كف دائما كانت تكون القيامة دابا اول ما جيت الحيط بعد الكوزينة شفت شنو اللي مرون فى الكوزينة قاديته عاد غادي ندوز ذا بي البنات باش ندير حويات يتصبنوا باش غداف الصباح ان شاء الله نشرهم نحيضهم عليها تحمل مرة نضيف حالك الماكينة بالليل في الصباح أو حالك في الصباح مني تنفيق نضورها ما تجي حتى في أن توصل تعود أو العشرة نشر الحويجات وتنمشي للسالون أي وعد نحيض اليدة بصطابون ونضور هذه الماكينة سوف نحيض هذه الماكينة 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 سوف نحيضهم اليوم سوف نشارك معكم كيك رولي كي يأتي بصطابة البنات سوف نشاركها معكم سهلة الفراس العام سوف نحيض بصطابة ونحيض نحيض كي يأتي بصطابة كي يمكن أن نحيض من الماكينة ونحيض ونحيض بصطابة الماكينة سوف نحيض كي يتعلم بصطابة 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 ونحيض الشجم سوف نحيض ونقعد سوف نغسلها جميع ونحيض كل مرة نحيض لأنه صعب بصطابة بصطابة خدامة ونحيض نحيض بصطابة نحيض ونحيض 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 نحيض نحيض ونحيض نحيض نحيض ثلاثة 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 خمارة ون compañو وثلاثة خمارة ملحه خمارة زيت وعندي هنا نصف كاس لاروب ساندة وعندي كاس اللي يكون عامر فورس وقت ازوينت رقبل ما كان خلط الجين واس كان شعل على الفران هو اللول شعلت عليه انا عندي ديال الضوضة يرى على 180 درجة الحرارة وغد مشعل عليه من الفوق ومن الزحت وفي الجين واس اللي بنت رها دغية دغية طيب دغية يعني اردو له البال اردو البال رها دغية طيبة البنات حين تلاطب اتكسر من الوقت كتتتخرج ليكم قاسحة والاخر رجوه في الوقت دياله ركتجي زوينة البنات اتشعلش ردو لها البال هنا هي كيف كتشوفو درت واحد ربعات البيضات ودرت فاني وغاد ندير ساندة وغاد نخلط البنات مزيان 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 حتى يتضاعف الحجم دياله لأول مرة كتشوف القناة ديال ختها سانة الشاركة في القناة فعلي الجرس باش دائما وصلك الجديد ديالي ما تنساونيش بارطاش هيوني لحوني مع اخواتاتكم ومع احباباتكم ومع صحاباتكم وشكرا الليكم والاهلاي خطيكم عليا وكيف كتشوفو هنا يا رغدا قنخلط البنات لواحد المدة شوية سيبها اللي الحجم ديال خالد ضاعف بهالطريقة هادي هنتو ما شوفو را الضاعف وكتر الخالد سوف نضيف البنات الزيت بالتدريج كل مرات اللوح شوية كل مرات اللوح شوية في نفس الوقت كنبقى نخلط كيف كتشوفو البنات خاصكم سبقا وكتطربو ايبو كنبقى ندير في حالك الزيت غرب شوية وشوية حتى غادي نديرو كامل باش كطلع ليكم البنات الجنواز ناجحة كتجيكم زوينا البنات كتجيكم زوينا وغادي ناجحة من اول تجربة غير تبعود المراحي اللي شاركت معاكم را غادي نجيكم زيانة دابا من بعد ما اضفت الزيت غادي نضيف دابا شنوع البنات غادي نضيف النكهة ديال الفراولة والملوين في نفس الوقت كتبقى وضيفو في الملوين حتى كيباليكم باللون ديالو ايه ولا غوز انا كل واحد على حسب كل واحد وشنو كاللي كازو بغا يكون مغلوق بزاف كاللي شوية انا بغايتو يكون غا شوية يكون غوز مفتوح شوية صاف انا دا بدرت انكها غادي نخلط وغادي نشوف واش واش واذا كلول اللي بغا انا ولماشي هو ولا نزيل الملوين عاو تاني موسيقى 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 هذا هو اللو اللي بغيته هنا البنات كيف كتشوفه ده ببقى لي غير الفورس والخمارة اللي بقى ولي خاصنا نضيفهم غنبدا نضيف الفورس وعاد مني نوصل نص كازي الفورس عاد غادي نضيف الخمارة وضروري البنات ما تتغربلو ضروري 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 الجنواز ما كتغربلو فحالك الفورس بيجي يكون ساهل البنات مني كتبدا يفحالك كتخلطي كي يجيك ساهل ودغيك يتخلط لك الفورس معا باقي الخالط لاحظوا البنات الطريقة كيفاش غنبدا نخلط في الفورس كيفاش غادي ندير لي دافا خديس هنا السطاتي كيف كتشوفو هنايا تنهزها من اللي تحت الفوق من اللي تحت الفوق من اللي تحت الفوق وكان بقى غادي على نفس الطريقة باش هاداك الهاوى كامل اللي جمعنا دي الجنواز ما يمشيش لينا بها الطريقة هذي كتبقى تديرو من اللي تحت الفوق كيف كتشوفو راني درت الخمارة وباقي ريال فورس غادي نكملو كتبقى وغادي ملسحت الفوق ملسحت الفوق حتى كتضيفو البنات الخالطي كامل ديال فورس وكتبقى وتخلطو تخلطو تحسو بلي الخالطي جالس لكم زيان عادي كتشدو هنا هادا اللاطا ديال الفران صافي كان دهنته بشوية زيت ودرت له ورق زبدة ضروري على البنات ما تديرو ورق زبدة لما درتوش ورق زبدة وغير دهنتوا اللاطا ستلسق لكم الكيكة وغتولو في حالة حاجة ما درتوها كل شي غايد ضرب لكم في الصغيرة فهاتش علاش ضروري من ورق زبدة انا علاش درت زيت البنات اللاطا غير باش ورق زبدة يلسق لي في اللاطا ما يبقاش كيتزازع ولا شي حاجة هاتش علاشا في دبان ادخلت الفران قول شنو غادي ندير غادي نحييذ علي هاد الميعنات هادو اللي اللي خلط بيهم الكيك بما القنيت الجنواز طابت رها دغية كالطيب ردو لي هالبان ردو لي هالبان شفتو انو بغيت تتابن بدا نمسح في الشرجم قولت حسن حي دليل انها دغية غادي وديك ساعة عاد نمشي ان شاء الله نمسحوه حتى هو ونقعده كيف كتشوفو هنا يا يالله خرج الجنواز هانتو وما كتكون خفيفة ردو لي هالبان ركب ممكن نقول لكم نعود لكم وردو لي هالبان يجب دو كيغدو جربو فيها لا لقيتو الكيغدو ما تصق في حتى شي حاجه عارفوا را الجنواز و الزيانه راها مزيانه الابان تليكم الكيغدو ما تصق في شي حاجه فعارفو بلي ما زال ما طيباش وخلوها الطيب كتر المهمة ردو لبان الجنواز حين تلططة تكتر من القياس تجيكم البنات قاسحة تقصاح ما شيف حال دا بدابه هانتو ما جات مزيانه هاي غدا ندورها بها الطريقة هادي حتى حييتها بعدها حييتليها الورق زبدة من جينواز عدا بغدا نرولها بها الطريقة هادي محدة سخونة كترولها ديك ساعة مشيتخلوا الجينواز حتى تزبرت ديك ساعة كتروليها وغدا نغطيها البنات بالبلاستيك الغذائي غدا نغطيها وغدا نخليها احسن مشين جمع الكوزينان قادة كاملة عديك ساعة غادي نشارك معاكم الكريمة اللي غدا ندير الجينواز ايوه ناختكم من بعد ما حييت ليها بعد الجينواز رجعت لمواعنات البلاستوم حتى هما قلت ارادة بنبدا نقاد شرجة مرة كيف ما كتلاحظوا البنات تنحيد عليها شي فيني يجي شي ما يمكنش غنخلي مثلا معا نخليهم مثلا في الشبكة ونخلي ذاك شي وانا غنجب ذاك شي لاخر في حالة غادي ندير غير غدا نروى الراسي نحيد حاجة نقاد ده وننظم ساعت نمشي لحاجة اخرى سافي جينواز حيت عليها بقاتل يغال كريمة اللي غا نشاركها معاكم سافي قلت نخليها على جانب ونزلها تشرجم هذا اللي من المفروض اني نجمعه من شحال هذه البنات وانا بغا نقاد ده من شحال هذه وانا كنفكر باللي خاصني نقاد ده لانا تشرجم الجاج ولا ليه البنات مغبر يعني خاصهم يتقاد ده وعدش يحويج لما بقيت بغايتهم في حال دبا هاد الفراشة هادي هاد الفراشة اللي دبا لحتها البنات هادي را ها كان فراشة في الكوزينة النوعية اللي خديت نوعية مزوينة شنصحكم اخذوا النوعية اللي تكون في حال الظربية اخذوا هادي النوعية اللي يكون هادي تحتاني ديالا ما عارض كيفية جدير في حال البلاستيك مني كتجي انفو كتصبنات تصبينة اللولا صافي كتتخسر كانت تخسر ومتا تبقاش مزيانة راه هادي دبا بقا قعمة صبنت تصبينة اللولا وخسراتي من تحت بدا تضغيية كتتخسر ما بقيتش مزيانة هاد شعله صافي معدي من دير بعض اللوحة حتى هذا الكورسي اللي كانديرو البنتي اللي كانديرو البنتي في الحماميني كانت صغيرة كانت تحتاج لاذاك الكورسي دبا صافي مقاتش بنتي كتتستعملو فصافيتا هو غدا نحيدو واحد القرعة عندي غير محطوطة كاك حتى هي غدا نحيدها باش نخوي باش نخوي البنات الشرجم ما يبقاش في شي حاجة اللي ما عندي من دير بيا اصلا يعني انا ما محتاجهاش اصلا فما عندي من دير بيا وغادي ناخد هات شبكة هادي اللي ديرها فالبنات الخضراء غادي نضرب لعوحات الغسلارها مغبرة ديالصح غادي نضرب لعوحات ال� اصلا لغسلى البنات والغسلة اللي يكون فاعلة تركه هي أول حاجة غادي نحيد من الغبرة كيف كتشوفو هركت دعم الشغير وبدأ بها غادي نحيد منها الغبرة وذلك الشي погادي نخلها تتقطر عادي نضوز للشراجم باش نغسلهم اه بغيت أبنات نقول لكم بغيت نشر هذه هي المونه format ديالتواركيان اللي كيدروا فيها البطاطا وغيروم بصلا وكيدروا فتومة في اللولة البنات كان فيها الحجم الكبير هذا كالحشراءlek كيديو س حجم الكبير لم يكن يجب علي ايش بلاسة في الكوزينة من غير في هذا القنطة اللحظة الماكينة دي الصابون هذا القنطة هو الذي عندي ولكن بغير ندير في هذا القنطة هذا بغير ندير حده الكرسي دي الطابلة بغير نشري شي كرسي ليكون زوين ويبقى في ماكين حد الطابلة هذا شيء لأشهر الابنات من اني فكرت لقيت باللي ولا واحدين اخرين كان في الول كان الحجم الكبير وهذا حجم الكبير متوسط انت سيجب هذه الحجم المتوسط لقد Burle هذا القنط هذا الماكينة الصابون سيجع لك ان شاء الله اول ما غاد اجلقى الحجم اللي كنت في الأول مآن أخوف يجب بل многие hesitation بطมา من الوجود بعد فقومات هذا الأيض هذا هو هو المنظمة القاعد البطاطة orchuss ابطي يزال اليمتزال هذا هو الذي يعجبني حيثت عليها البنات المنظمة اللي ذي رفع البطاطة والبصلة صفائية وقديتها خليتها تماكن كتقطة وقلت ندوز نغسلها تشريجم هذا اللي ما نقول لكم البنات شحالت شحالت توصق صراحة فقط نرشحال هذه وانا بغى نجيلي ولكن بعد المرات البنات تنجي عيانا بعد المرات كان ندخل مع لحظة جيالليل بعد المرات كان ندخل مع العشرة يعني كان القارات يجي مثلا عيانا او كان عقز وكان نقول نخليه مرة اخرى فاتش لاش اليوم قلت صافي وانو خاصني نحيذ عليها تشرجم هذا خاصني نقادة جي هادي سبحان الله البنات مني كتقدوا واحد البلاسة مني كدرتكوا عليها وكتنوضوا عليها وتشمروا عليها وتحيدوا عليكم وكتنقى كتحسوها البنات بواحد الراحة مني كتبها لكم هذه البلاسة رولات نقاية ومرتبة والقش معدكم ما تديروا بيه حاجة اللي ما بغيناش حيدوها معدكم ما تديروا بها تبقى شادة لكم بلاسة صارحة يكون شعور نزوين واللي في حالي تقول لي في التعليق المهم دبها وما ضربت لي هاتشرجم حكا غذي نحطه على جانب غذي ننزو نحطه في حالكا في الجنب الاخر يبقى البنات يتسقطر لي في حالكا يحيذ منه ما باش نضرب لي هاتش المسحى اللي مزيان نحيذ منه الغبرة ونحيذ منه كل شيء سوف نحطه في حالكا لجانب وجبت الشرجم اللي اخر حتى هو البنات حييته عليا وطلعت عوجاني الفوق طلعت الفوق مر خامة وضربت هذا الشرجم كله ضربت لي واحد الغسلة بالماء والحكان وذلك شي غير ما يشاركش معاكم هذا اللقطة ضربت لي واحد الحكاء بالماء وجافيل وحكيته كامل هذا الشرجم مزيان وعاد مسحته مزيان مسحت الحيوطة اللي احده وعاد رجعت الشريج من البلاستو رجعت جاج البلاستو للبنات سوف نضرب لي واحد المسحى حتى هي نحيذ منها الغبرة وغادي ندير هذه البطاطا اللي بقاتلية في هذه المنظمة هذه وهاك وزينتي غا تكون مجموعة ومقادة ومنظمة ويا هاديك اشحال زوين يا البنات والله العظيم لك يعجبني الحال بزاف مني كان القراسي كان نقيا وحد الفلاصة وكان نحيذ منها التبقشيش نحيذ الغبرة كل شي كون متول واداك يعجبني الحال بزاف وكان نحس بالراحة النفسية اللي في حالي تقولها لي في التعاليق دابا غا تشوفوا الكوزينة كيف رجعت دابا من بعد ما حيت علي التبقشيش ها كيف رجعت البنات صافيها هي قديسها قديسها ولات هي هاديك حتى الشرجم ولا كيشعل البنات والله العظيم لو لا كيشعل عفت تغبروا مزيان شحال ما بقيت مساحته عفتي شحال شي 8 شهور ولا في حاله كان ما بقيت مساحت الشرجم اذا باختكم من بعد ما حيت علي كوزينة وقديسها غادي ندوز لبنات نصاوب الكريمة شاركت معاكم النوعية اللي استعملت ديال الكريمة وعاد خطيت واحد كاس لاروب حليب اللي درشوف المجمد حتى برد ليان زيان عدبا غادي نخلط هاد الكريمة هادي خديس هنا هاد الفريز هاد قطعتوا به هاد طريقة هادي باش غادي نديرو غادي نديرو وصل الجنواز كي جي البنات زوين الفريز راكي عطي بحاد المعداق اللي زوين زوين بزيف غادي نديرو هاد طريقة هادي ما غادي ندموش عليها وغادي جيكم غادي جيكم كيكا ديال لها كريم شي حاجة اللي زوينة غادي جيكم من ولاي البنات شي حاجة اللي زوينة بزيف وفي حالكه كي طلحت اقتصادي كي طلع ديال الدار ماشية ديال الصنخة الطبع انا جبت هنا جي واز حليتها درت الكريم عافتيش انو نسيت البنات حتى جمعت الكريم وقاديتها عاد تفكرت راسي الفريز هانتو ما حاطها قداميا البنات وما ديتهاش فيه ونسيتوا ونسيتوا على الكريم وكل شي وما ديفش على اخي تكوم ناوية في حلقة لوحو هنا يفقكو من الكريم ونسيتوا البنات هانتو وما شوفوا جمالها حتى هنا ايا جيهن واز ونسيتو جبت طبصير غادي دبن قاد في الكريم عاد غادم تفكروا على البنات. من بعد ما تفكرتوا عودت حليت عودتان يا ذا كرولي. ودرت فيها البنات اه درت فيها الفريز. صافي ودبه هنا اياها انا كان قادل فوق ديال الكيكا. بهالطريقة هادي. التزين كيبقى اختياري كل واحد كيزين كيف ما بغى. انا زيت بهالطريقة هادي. صار احطل عند زوين البنات وجات بنينة 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 في الماضاق. غادي ناخد هنا يا الفريز غنديروا بهالطريقة هادي. وعندي الصلصة ديال الفواكه ديال الفريز. غادي نديرها من الفوق حتى هي غا سعطي واحد شكيه اللي زوين. اي وهو هذا مكان هادية ادوان هير ديالي انا شاركتوا معاكم. اه كيف كتشوفوا ها هي البنات من بعد ما وجدتها جد زوينة البنات حتى الماضاقرة خلاص. ومن داخل البنات كتلقاوا الطرفة ديال الفريز. فشي حاجة اللي زوينة بزاف البنات. صافي وجمعت كوزينتي وقديتها. وكل شي عندي اليوم اوها هاداك فرحانة وناشطة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم اعجبكم. الى عجبكم ما تنساونيش درو اليو حط لي لايك درو اليو حط تعليق اللي كون زوين في حالكم. ها انا فكرتكم اخواتي اللي نسات لي التعليق ديرو الخساة. وباسلام عليكم في فيديو جديد انشاء الله.